زي ما اتفقنا أن الأحمال على الصوامع فيه أحمال ميكانيكية نتيجة الميكانيكال سيستم اللي هيشحن أو يفرغ الصمعة بالإضافة إلى الأحمال الأساسية أو اللونس الأساسية اللي جاية من المادة اللي موجودة في الصمعة طيب طب مين اللي هم الناس اللي اشتغلوا أو مين اللي هم عرفونك كلام ده قالك الناس فيه تلات علماء اتكلموا في هذا الأمر والحد هذه اللحظة بنستخدم كلامهم فيه عندك جانسون وده المثل بتاعته بتاعت الستاتيك بريشر في 1895 وفي إيري 1897 وفي ريمبرت 1953 هيجي واحد يقولي طب احنا ما زلنا بنستخدم الحاجات القديمة دي ايه حاجات مش قديمة ما زلنا بنستخدم الجانسون إكوشن يعني هو جانسون ده هو الحكم في الكود الأمريكي بنزلنا بنستخدم كلام جانسون ومشي بيه إلى هذه اللحظة بس قبل ما نتكلم على تصميم الصوامع تعال بس فيه نقطتين مهمين جدا لازم تعرفهم في تصميم الصوامع أكتر حاجة في تصميم الصوامع مش المادة اللي انت هتخزنها جوه الصمعة البيهيفير بتاع المادة نفسها المادة دي لما انت خزنتها جوه الصمعة حصلها ايه يعني يجي واحد يقول لي حصلها ايه ازاي في حضرتك انت تكلم على صمعة لونج تيرم ستوريج انت حطيت فيها ماتيريالز الماتيريالز دي جوه بعضها أول ما بتبقى جوه الصمعة بتمسك في بعضها صح لما تمسك في بعضها هتطلعها ازاي من الصمعة ففي الحالة دي ممكن ما تطلعش ممكن تمسك في بعضها وبالتالي اه هتبقى تطلع بعد كده بقى واتكابوا من حاجات زي ما نعرف بعد شوية ما ده مهمة جدا لازم تعرف هل يحصل دي جريديشن للماتيريالز يعني حاضر فيها فاحم الفاحم مع الوقت هيتحول لتراب فإذا البروبرتز بتاعتها هتغيرت لأن اهم شيء في التصميم هي البروبرتز بتاعت الماتيريال هل هي بتتغير ولا ما بتتغيرش الحاجة التانية برضو اللي عايز حاجة تعرفها في تصميم الصوامع أو المطاحن العقبة في التصميم أوقات كبير قوي وده اللي بيحصل في أمريكا هنا فيه نوعين عندنا من التصميم أول نوع فيه عندنا حاجة اسميها design built وفيه نوع تاني اسمه design bit built design built انت بيجي الكلاينت يقول لك أنا عايز أبني مجمع صوامع أو عايز أبني مطحن كبير بالشكل انت كمقاول أو general contractor بتقوله أنا هده لك من A to Z من A to Z بمعنى هسلمه لك على المفتاح طب لما تسلمولك على المفتاح هتاخد أديه وقت أقول لك هتديني سنتين من تاريخ ال contract وهسلمهونه ويه ال general contractor ده بيكون معاهد consulting engineer بتوعه ويبدأ right away يعني يبدأ right away يا جماعة كده المشكلة في general design بتاع ال buildings اللي عندنا في الشرق الأوسط بنعمل التالي بيجي المشروع بنبدأ تصميم الأحمال من فوق الroof بعد كده لتحت لحد ما نوصل الفونديشن يعني بنبدأ بالدور الفؤاني ونصممه واللي بعده واللي بعده واللي بعده لحد ما نوصل آخر حاجة هي تصميم الفونديشن لأن الحمل جاي من تحت الفوق سوري من فوق لتحت وبالتالي آخر لوحة بنخلص تصميمها هي لوحة المين هي لوحة الفونديشن ونسلم الباكيش بتاعتها كده كل العشرين تلاتين لوحة ميتين لوحة ونوديهم وخلصنا المشروع في الديزاين بيلد الموضوع عكسي بيجي معاك الكونتراكت ويجينا الكونتراكت ومعاك سنتين بس يقول لك أنا عايز لوحة الأساسات بعد شهر الأساسات بعد شهر يعني أنا ببدأ من الأساسات طب فين الـ equipment بتاعتك I don't know yet You have to assume something وبالتالي الـ coordination ما بين الميكانيكال سيستم والالكتريكال سيستم أنك أنت بتتكلم على huge structure with mechanical equipment ما لهاش حل ما لهاش ويه وخصوصا في الفلاور ميلز وبالتالي الصعوبة بقى في estimate the weights الصعوبة بقى أنك أنت بتبدأ في تصميم الأساسات وإنت ما تعرفش اللي فوق فيه وبالتالي لازم يبقى فيه عندك experience شوية وبتبقى more conservative شوية في الـ design بتاعك المشكلة التانية في تصميم الصوامع والمطاحن الفتحات أنت عندك حضرتك بيبقى فيه عندك موسير في كل حتة موسير كهرباء وموسير mechanical في كل حتة موسير وبالتالي الـ integrity بتاعت the structure بتاعك لازم تبقى عرفها كويس لازم تبقى conservative في التصميم بتاعك لأن ممكن يجي بتاع الدكتير ويقول لك أنا عايز duct هنا ماينفعش قوله ماينفعش ماينفعش قوله غيرهولي غير نظام العمرات السكنية العمرات السكنية معروف أمرها ما عندكش فتحات أو غير المناور هنا لا ده أنت عندك equipment محتاجة فتحات وحاجة تانية كمان equipment دي لها vibrations لازم تصمم على vibrations فكل الحاجات دي بالإضافة إلى الماتيريالز بتخلي لكم الـ design بتاعك very complicated وبتبقى لازم تبقى aware بكل loads في الـ assumption اللي انت عملته لازم تبقى assumption بتاعك تكتبه في ورقة في الحسابات يعني بتتكلم في binders بتبقى الحسابات بتبقى 3-4 binders وللأسف مافيش software ماينفعش تشتغل بـ software في التصميم الصوامع ولا تصميم المطاحن لأن التكلم الـ software مش هيجيب لك الـ construction sequence اللي موجود فعلا وبالتالي الماتيريالز نفسها جزء من صعوبة الـ design نرجع للماتيريالز بقى يبقى الماتيريالز بتختلف الـ properties بتاعتها بتختلف من فترة لفترة كل ما تبقى أكتر في الصمعة كل ما الخصاص بتاعتها بتتغير كل ما الـ internal friction بتاعتها بتتغير كل ما الـ angry properties بتاعتها بتتغير لأنه بيحصل لها degradation بيحصل لها degradation الفحم بيبقى كبير بعد كده مع الوقت تلاقيه ايه تلاقيه بيطراب وبالتالي الخصاص بتاعتها تغيرت وبالتالي الـ flow نفسه لما تيشتعمل discharge الـ flow بيتغير فقالله في عندنا نوعين من الـ flow في حاجة اسميها الماسف له لو حضرتك يعني من ساكم في أرياف أنا كنت قبل ما أسافر أمريكا كنت من قرية عندنا والدي عنده فارم يعني كنا عندنا الطحونة البلدي بنروح ناخد الغلة وبنطحنها الطحونة البلد بتاعت الزمان اللي هم حيارين صوان بلفه وفيه أمع كده بنزل الغلة لو حضرتك لحظت هذا الأمر هتلاقي هذا الكلام متحقق تماما لما بتحط الغلة في الأمع ده فيه عندك حاجتين two scenarios الأمع ده بنزل الغلة من تحت يا كل الماتيريالز بتنزل كده واحدة حتة حتة بالراحة وده اللي بيحصل هنا بديم نسميه massive low وفي الماسف لو ده كل الغلة بتنزل ايه smooth كلها حتة واحدة كده كتلة كاملة بتتحرك طب تخيل بقى لو الماتيريالز دي قالت البيت ويت ماسكة ايه اللي بيحصل جال لك هيحصل معاك حاجة اسميها funnel flow او pipe flow او الكور flow بيتغير بقى بيتغير الخصائص اللي في لو بيتغير طب حالة تصميم بتاع massive low بالشكل ده زي التصميم بتاع funnel flow بالشكل ده قال لك completely no طب مين اللي بيتحكم في massive flow وال funnel flow او pipe flow او الكور flow مين اللي بتحكم فيهم قال لك اول حاجة بتحكم فيهم slope بتاع ال hover الامع اللي حضرتك حطه من تحت attached للبطن بتاع ال hover الامع ده slope بتاعه كل ما كان slope بتاعه كبير لتحت و smooth كل ما يبقى فيه عندك ماسك لو ال hover بتاعك الزاوية بتاعتك كبيرة بالنسبة لتكلم عن الزاوية ما بين ال hover وال wall كل ما كان الزاوية كبيرة كل ما تكون معاك الفانل flow طب ايه بالفانل flow ايه يا جماعة تخيل بقى شوف الرسمة اللي في النص اللي موجودة عند حضرتك دي ده لو حصل بقى ايه اللي بيحصل بقى بيبتدي بقى الكور اللي من جوه ده يوسع شوية 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 وتلاقى الباتيريا اللي وقفت ما تحركتش بعد كده طب ما اللي بيحصل ايه اول بقى بيحصل حاجة بعد كده ان كل الماتيريال دي بتقع مرة واحدة بقى بتدي dynamic factors بقى الماتيريال دي collapse على مين على ال hover من تحت فبيحصل dynamic shock ده بنسميه ال arching action ال arching action يعني ممكن كده الصمعة مليانة بتفضي نصها بس نصها بس بيفضل والنص اللي فوق مليان ال arch action